قال زوج موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف المحتجزة في سجن بطهران إنها بدأت إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنها لنتابع معا قال زوج موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف المحتجزة في سجن بطهران إنها بدأت إضرابا عن الطعام يوم السبت للمطالبة بالإفراج عنها مشيرا إلى أنه سيدعم موقفها بالامتناع عن الطعام هو أيضا خارج مقر السفارة الإيرانية في لندن وأعتقلت موظفة الإغاثة وي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رايترز في أبريل نيسان 2016 في مطار بالعاصمة تهران عندما كانت في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران وهي تهمة نفتها عائلتها والمؤسسة وهي منظمة خيرية تعمل بشكل مستقل عن تومسون رايترز ووكالة رايترز للأنباء وقال زوجها ريتشارد إنه طلق مكالمة هاتفية من الزنين من السجن وقد أبلغت الجهات القضائية بأنها بدأت إضرابا جديدا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازها ظلما وكر روزير الخارجية البريطاني جريمي هانت مطالبات بلاده لطهران بالإفراج عنها